من جملة الأمور أيضا التي تكتر في رمضان هو مسألة جمع الصلوات فكثير من الناس يقضون يومهم في نوم ولا يستيقضون إلا في آخر النهار وبالتالي يفوتون عليهم أداء الصلوات في أوقاتها فلا يصلون الفجر في وقتها ولا يصلون الظهر في وقته ولا يصلون العصر في وقته وهذا أمر مخالف للتوجيهات الدينية لأن الله تعالى حدد لكل صلاة وقتها قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولذلك لا يجوز للمسلم بدون عذر أن يخرج الصلاة عن وقتها وإخراج الصلاة عن وقتها فيه إتم وهو فيه كذلك وزر لذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة وحتى نحافظ على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها والله تعالى يوفقنا ويتبتنا ويجعلنا من المحافظين على الصلاة المؤدين لها في وقتها وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني